مع كل يوم يمر بدون أن تتوفر مادة غاز الطبخ المنزلي في جزيرة سقطرة فإن عددا جديدا من أشجارها المعمرة والفريدة تكون عرضة للاحتطاب وبفنائها تفقد الجزيرة فصولا من غطائها النباتي غير المدروس بطريقة كافية وهو ما سبق لكثيرين من مختص حماية البيئة التحذير منه واعتباره تهديدا لأنواع قد لا تتمكن الأجيال التالية من رؤيتها كما قال ذات مرة بيتر ديجست المختص بدراسة تنوع الجزيرة ويقوله الأهالي دائما لكنهم لا يملكون الكثير أمام الحاجة التي تحاصرهم هناك أماكن محددة للاحتطاب ولكن في الآونة الأخيرة عندما تكاتر عدد سكان في الجزيرة أصبح بشكل عشوائي يقطعون الأشقار وهذا مما يهدد احتمال بأن تسقط الجزيرة من قائمة الثراث العالمي الطبيعي ومنذ نشوب الحرب تحاول سقطر الحفاظ على مورثه الثقافي الذي يحض على حماية الأشجار وجعلها جزءا من الصورة الكبيرة لكن هذا الصمود لن يستمر طويلا فقد هوت المعاول على جذع أشجار ظلت واقفة لمئة السنين وظل معها تفاخر السكان المهدد في وقتنا الحاضر بأن قطعتهم الجغرافية وفرت الحماية لما عجزت أرض الآخرين رغم سعاتها على حمايته